على كف تقلبات الحادة لا يزال مؤشر سعر صرف الدولاري يكسر الحواجز ارتفاعا في الاسواق المحلية متخطيا عتبة 161 ألف دينار للورقة في منحن تصاعدي يتوقع خبراء الاقتصاد أنه سيعبر عتبات قياسية أخرى في حال عدم السيطرة على السوق الموازية وموازنة العرض والطلب على العملة الأجنبية الأسباب الرئيسة للارتفاع المستمري تعود إلى الصراع بين التجارة المحلية الخاصة والامتثال إلى القرارات الدولية وهو ما يؤكده مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء مشيرا إلى أن الأزمة إدارية مواقة ويجب على السوق أن يطاوع المعايير الدولية في بياناته التجارية عند الاستيراد وبحسب الخبراء فإن تدقيق في طلبات الاستيراد غير مكتملة البيانات من جانب الدوائر الداخلية والخارجية المسؤولة عن حركة الدولار عدى إلى رفض نحو 80% من طلبات شراء الدولار والحوالات الخارجية ما تسبب في تعثر العرض أمام الطلب على العملة الصعبة وبالتالي خلق أزمة حادة في السوق الموازي ويخلف ارتفاع سعر الصرف أزمة مركبة تتشعب خيوطها داخليا وخارجيا فبين الإجراءات المشددة من البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة على المركزي العراقي وبين تحرك داخلي يضغط باتجاه إلغاء هذه الإجراءات يتعرض الاقتصاد إلى هزات ارتدادية غير أن مسؤولين حكومين يؤكدون إمكانية السيطرة على ما يشهده السوق من ترنح بذراع الدولة القوية عبر توفير الغذاء بأسعار مناسبة وفرض خطوط حمراء على التقلبات السعرية تقلبات مستمرة يؤكد سياسينا أنها ستتواصل ما لم يتم السيطرة على مسارات تهريب العملة وإجبار المستوردين على الخضوع للإجراءات الدولية وقبل هذا كله تحجيم حركة الاستيراد عبر دعم المنتج المحلي